وبأمر من صاحب الجلال الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الاثنين بنادي دباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية وذلك بمناسبة الذكرى الرابع والعشرين لتربع جلالة الملك على العرش وأكد الدباط ودباطه الصف وجنود القوات المسلحة الملكية في برقية الولاء المسلمة إلى صاحب السمو الملكي وولي العهد الأمير مولاي الحسن من طرف الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية على تشبتهم المتين بقائدهم الأعلى وبأهداب العرش العلوي المجيد إثر ذلك استقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن الضباط المتفوقين خريجي المدارس والمعاهد العلي العسكرية وشبه العسكرية وبهذه المناسبة ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن مأدوبة غذاء أقامها صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس يركاني الحرب العام للقوات المسلحة الملكية على شرف الشخصيات المدعوة لحفل أداء القسم من طرف أفواج صاحب السمو الملكي الأميرة للا مريم وحضر هذه المأدوبة رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان ومستشار صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية والملحقون العسكريون بالسفارات الأجنبية المعتمدة بالعاصمة الرباط وشخصيات مدنية وعسكرية وكان قد تقدم للسلام على صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولي الحسن لدى ورصوله إلى نادي الضباط الفريق أول محمد بريض المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية والعميد جمال الصديقي القائد المنتدب للحماية العسكرية لتطوان شفشون قبل أن يستعرض سموه تشكيلة من فوج المقر العام أدت التحية ترجمة نانسي قنقر